اشتركوا في القناة كيوسف بالنسبة للشهور 11 كوكبا وهو يوسف قالهم لا يتفريب عليكم اليوم يغفروا الله لكم اي كأن 11 الشهر الذي عاشها الانسان في غفلة وبعيد عن الله تعالى وقد نسي تلاوة القرآن ونسي قيام الليل ونسي الجود والكرم ونسي عديد من الاعمال الصالحة يأتي رمضان فيذكرك بكل هذه الاعمال ويجعلك تمارسها فيأتي رمضان كيوسف بالنسبة لاخوته فيغفر الله في رمضان جميع مقترف العبد في 11 شهرا ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة صعد المنبر وقال عند الدرج الأولى آمين وحينما رقى الدرجة الثانية قال آمين وحينما رقى الدرجة الثالثة قال آمين آمين وبعد أن انتهى النبي من خطبته قال الصحابة سمعناك أمنت ثلاثا قال جاءني جبريل وقال يا محمد إني داع وأنت أمن فقال في الأولى من أدرك من أمتك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله لا غفر الله له قل آمين فقلت آمين من أحياه الله وعاش إلى رمضان فقد أعطاه الله فرصة لا تعوض في أن يستغلها ليكفر الله جميع مقترفت يداه وجنت من معاصي طوال كل العام والثاني ركوا تعرفوا قال له من أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر الله له ولم يدخله الله به من الجنة أبعده الله ولا غفر الله له قل آمين فقلت آمين والثالثة قال من ذكرت عنده يا محمد ولم يصل عليك رغم أنفه وأبعده الله ولا نال شفاعتك يوم القيامة قل آمين قلت آمين الشهد عندنا أن شهر رمضان هو شهر المغفرة لمن؟ لمن هسأل المغرفة؟ لمن؟ لعصات فقط؟ لجميع الناس ألاش؟ لأن كل بني آدم خطاء ولأن الله لم يكتب العصمة إلا للأنبياء فكلنا خطاءون ولقد اقترفنا العديد من المعاصي منها ما هي ظاهرة يراها الناس ومنها ما هي باطنة ذلوا ظاهرة لثم وباطنة فلابد لكل إنسان أن يستقبل رمضان بالتوبة والأوبة والندم على الطفريط طوال العام؟ كم من صلاة مرت فلم أصليها في وقتها طوال العام؟ كم من كذبة كذبتها طوال العام؟ كم من غيبة اغتبت وأكلت لحوم الناس في غيابهم؟ كم من غفلات وسدرات مرت على هذا القلب التائه؟ كم؟ 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 زيد وبالنسبة الأخرى كم من كأس للخمر شربته أيها العاصي؟ كم من قمار لعبته هناك ونسيتها ربك؟ كم من سجارة هدمت بها صحتك؟ وخربت بها جيبك؟ وضيعت بها حقوق أولادك؟ كم كم كم؟ فيأتي شهر رمضان شهر ليعيد الإنسان حساباته مع ربه كأنه منبه ينبهك قال رسول الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر سماها العلماء حمامات روحية فكما أن للجسد حمامات يذهب فيها العبد المتسخ لإزالة الأوساخ وأضران البدن فلقد جعل الله سبحانه عز وجل بالتوازي مع وجود الحمامات المادية حمامات روحية فالصلوات الخمس تغسل الروح من ضرن المعصية إن اجتنبت الكبائر في كل يوم هذا يسميه حمامات يومية حمامات روحية يومية والجمعة إلى الجمعة حمامات روحية أسبوعية فإن بقي في الروح ما يعلق من ضرن المعصية ولم تكفرها الصلوات الخمس يأتيك الله بهذه الفرصة يوم الجمعة فإذا بالحمام الأسبوع يغسل كل ما تبقى فإن تبقى طوال العام ما لم تكفر الصلوات في اليوم ولا الجمعة في الأسبوع يأتي الحمام السنوي لكي يطحرك تطهيرا فيقول عليه الصلاة والسلام اسمع من صام إيمانا واحتسابا زيد غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه صافي؟ لا زيد من قام رمضان إيمانا واحتسابا زيد غفر له ما تقدم من ذنبه صافي؟ زيد فتك الصيام وفتك القيام من قام ليلة القدر من صادف ليلة القدر لوحدها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر فَيَا أَيُّهَا الْغَافِلْ يَا أَيُّهَا النَّائِمْ يَا أَيُّهَا الْعَاصِي يَا مَنْ تَعْكُفُ عَلَى الْمَعَاصِي طِوالَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَهَا هُوَ الْمَوْلَا يَفْتَحُ لَكَ حَمَّامًا رُوحيًا ليطحر روحك من ضرن الغفلة والمعصية فقد قال الحبيب صلوا عليه في رمضان تفتح أبواب الجنة فلا يغلق باب الله 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 وتتزين الجنة وغرفها وتناديكم الحور عما قريب تنتهون من مؤنة مشقة التكاليف صبروا بعض الشيء فعن قريب سترحلون إلى غرف في أعالي الجنان جزاء وفاقا لصبركم على طاعة ربكم وتغلق أبواب النيران السبعة يا عجبان يأبى ربك أن يدخل عبدا من عباد الله النار في رمضان حرم الله الأجساد عن النار في رمضان غلقت أبواب النيران السبعة في أيام رمضان يا عباد الله انظروا إلى هذا الدعم والمساندة للمولى فلم يغلق أبواب النار فقط ولم يفتح أبواب الجنة قد ولكن المولى صفض مرضة الشياطين فلا يستطيعون الخلوص إلى ما كانوا يخلصون إليه في باقي الشهور فيحال بين الشياطين وبين المؤمنين يكبلهم الله يصفضهم فإذا رأيتم عباد الله لم تزاح عنهم حجب الغفلة فاعلم أن ذلك ليس من شياطين الجن لأن الله وعدنا أنه يكبلهم ويصفضهم ولكن تنطلق شياطين الإنس لكي تقوم عياذا بالله بما كانت تقوم به شياطين الجن طوال العام بل تتفنن في أن تفتن الناس عن الصيام في التلفاز عبر المسلسلات في كل ما نطرون من وصائد اجتماعية إلا ما رحم ربك إذن ففي هذا الشهر تغلق أبواب النيران تفتح أبواب الجنة تصفض مرضة الشياطين وينادي مناد من قبل الله أيا باغيا خير أقبل يا من يريد الخير أقبل على ربك يناديك الإله الكريم الجواد أقبل إلى ربي ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ولمدوا فقصد قلوبهم أقبل ويا أباغي الشر أقصر ألم ياني أيها العاصي أن تتوقف متى تتوقف والموت أقرب إليك من حبل الوريد قد تنام الآن وتصبح في عداد خضركان وتصبح قد أدرجت في الأكفان وصار اسمك هناك عند الواحد الديان وقد مضت أيام العمل فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أتدرون أيها الناس أن لله في كل ليلة من ليالي رمضان من عتقاء النار من مات من العصات من هذه الأمة بعدد شعر غنم كلم هذه كلم قبيلة وعندها أغنام كثيرة فعدد ما يعتق الله كل ليلة في رمضان من أبوات هذه الأمة الذين استوجبوا النار إذا جاءت ليالي رمضان يتفضل الله عليهم فيعتق في كل ليلة ممن استوجب النار من هذه الأمة بعدد شعر غنم قبيلة كلب كم عدد شعرات صوف أغنامها لا يعلمها إلا الله ولكنه يشير إلى عدد ضخم كبير واسمعوا وفي آخر ليلة من رمضان يعتق الله بعدد ما اعتق في كل الأيام يعني أن كل ما اعتقوا في ليالي رمضان في الليلة الآخرة هذا العدد كله يعتق الله مثله في آخر ليلة أي فرصة هاته بالنسبة للعباد أي خير هذا بالنسبة لعباد الله أي فرصة هاته بالنسبة لعباد الله في الحديث أن رجلين أسلما في يوم واحد من أصحاب النبي صلى عليه فاستشهد أحدهما وبقي الآخر بعده عاما كاملا وبعد ذلك مات وكان أحد أصدقائهما صاحبهم الثلث عاش بعدهما فرآهما في المنام رأى أن الذي مات على فراشه بعد عام من استشهاد صاحبه وقد آمن وأسلم في يوم واحد أن الذي مات أعظم منه درجة وأعلى منزل في الجنة فتعجب استيقظ متعجبا كيف يكون من عاش ومات على فراشه أعلى منزلة من من استشهد يدافع عن الإسلام أعطى نحره لله وروحه لله فذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله فلان وفلان الذين أسلم في يوم واحد الذي استشهد استشهد عاما قبل وفاتي هذا فرأيتهما يا رسول الله في المنام وعجبا رأيت يا رسول الله قال ما رأيت قال رأيت الذي مات على فراشه أعلى منزلة من الذي استشهد منزلة عالية قال عليه الصلاة والسلام وفيما العجب ألم يعيش بعده عاما قال بلى كم من صلاة صلاها بعده خمس صلاة في اليوم كل ذلك أجر ألم يعيش رمضانا وصام شهرا بعده قال نعم ألا تعرف أن من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم كما بعد بين المشيخ والمغرب ألا تعلم أنه من قام ليلة القدر هي عند الله خير من ألف شهر ألم تعلم أن من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا لا بد أن يكون أعلى منه منزلة ففيما العجب إذا أردت إذ يغفرك ذنبك ويرفع الله درجاتك فأحمد الله تعالى إذ أحياك إلى هذه الفرصة فرصة لا تعوض فرصة لا تعوض عشو غير يقول الناس يعني على رمضان الخير أنت رمضان هل تستطيع أن يعدها اللسان أو يحصيها الإنسان أبدا سيد النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يشير إلى أن هذه الأمة فضلت بهذا الشهر في مجالات كثيرة هو شهر المغفرة وهو شهر التوبة وهو شهر المرحمة وهو شهر من فضطر فيه صائما كان له مثل أجره لا يلقس من أجره شيئا وهو شهر تصلي الملائكة فيها على الصائمين حتى وهم نائمون هو شهر يستجيب الله فيه دعاء الصائم إن للصائم دعوة ما ترب وكان السلف الصالح يغتنم فرصة الفطور فقبل أن يجفف حلقه في اليوم الشديد الحر بالماء يتوجه إلى الله ببطن الفارغ وبحلقوم نشف فيسأل الله تعالى أن يغفر له فيستجيب الله ثلاثة لا ترد دعوتهم المسافر ودعوة الوالد ودعوة الصائم وفي حديث ثلاثة لا ترد لهم دعوة الصائم والإمام العادل أو لا دعوة المظلوم ثم دعوة المسافر من دعوة المسافر